اشتركوا في القناة تؤدي إلى عواقب وخيمة للوجه تجاعد وتصبغات وإسمرار وكلف وبقع وصفات اليوم إذا داونت عليها وأحسنت استعمالها تخلصك من كل هذه المشاكل تابعوني أخواتي خطوة خطوة المسك الأول نحتاج إلى نشاء الذرة المايزينة القرنفلاور هناك نوع من نشاء الذرة لون مائل إلى البيج مثل هذا يسا أبيض ناسع وهناك نوع ثاني أبيض ناسع استعملي الموجود عندك المكون الثاني زيت الزيتون أي نور زيت الزيتون متواجد عندك خصوصا إذا كان بكر استعمليه إذا لم يتواجد عندك زيت الزيتون البكر استغني عنه استعملي زيت الزيتون العادي أهم شيء يكون أصلي ومكوناته أصلية ونحتاج إلى القليل من الماء الدافي يكون دافي وليس سخين جدا ملعقة كبيرة من نشاء الذرة نضيف الماء الدافي بكميات متواصلة حتى نفصل على قوام كريمي نضيف البشر من المكياج ثم إدهاني طبقة من زيت الزيتون على البشرة والرقبة لأن نشاء الذرة يجفف البشرة لذلك ندعمها بالترطيب مسبقا نضع حاجز من الترطيب قبل وضع نشاء الذرة من أجل الاستفادة من المسك والحصول على بشرة فاتحة نظرة خالية من الشوائب من الحبوب والبثور والمسام الواسعة وآثان الشمس أيضا هكذا نضع طبقة من زيت الزيتون إذا بشرتك تتحسس من زيت الزيتون استبدليه بزيت اللوز الأصلي زيت اللوز الحلو طبعا ثم نطبق المسك استرخي تماما يعني لا تعملي حركات بالوجه لكي لا يتشقق المسك ضعيه على الوجه كامل على الرقبة بإمكانكم وضعه على اليدين ضعوه على جوانب العين ولكن تحت العين لا تضعوه اتركوه حتى يجف تماما لمدة 20 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ ونقرر فوقها مباشرة العملية بالماء البارد اشتفي الوجه من أجل قفل المسام وتدفق الدم والأكسجين إلى البشرة وهذا ما يحفظ تكوين مادة الكولاجين أيضا ورشي تولر بعد ذلك مثلا تولر ماء الورد اتركي لذلك ماء الورد يجف تماما تمرطبي بكريمك المرتب الخاص بك او احذك لي مثلها منها في القناة او زيت جوز الهند هذا المصق قررني يوميا هو رائع والبشرة الحساسة جدا إذا خافت من النشاء تستطيله بالشوفان مسحوق الشوفان بإمكانكم استعمال هذا المصق يوميا بإمكانكم استعمال يومئي ويملة بإمكانكم استعمال ثلاث مرات في الأسبوع بإمكانكم إضافة قطرات من عصير الليمون الحامض إلى الخلطة لصاحبات البشرة الدهنية ننتقل الآن إلى المصق الموالي ملعقة حليب بودرة حليب مجفف أي مركة حليب مجفف مناسبة لنوع بشرتك استعمليها ملعقة صغيرة من العسل نضيف له ملعقتين من بياض البيض إذا كانت بشرتك تتحمل بياض البيض استعملي إذا كانت لا تتحمل بياض البيض عوضيه بصفار البيض حسب نوع البشرة وقليل من ماء الوض بإمكانكم إضافة ملعقة من دقيق الآرث الأرث الرث المصري العادي الرث الأبيض المتواجد في كل بلد يضحنيه وأنخوليه أو اشتريه جاهز مطحون اختاري إما تضيفي الأرث أو نشاء الزورة الميزينة الكورنفلاور اختاري حسب نوع بشرتك أنا سوف أضيف دقيق الأرث طبق القليل من نوع على البشرة والباخ الخبيه في الثلاجة صالح للاستعمال لثلاث مرات وبعدها السنايك ميز جديدة على بشرة نظيفة مرره كله على الوجه أعلى الراقبة يترك لمدة عشرين دقيقة أفركيه فرق بسيط ناعم أزله بالفرق طبعا أفركيه فرق بسيط ناعم دائرين من الأسفل إلى الأعلى من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية أغسل البشرة بماء دافي وكرني العملية بماء بارد بطريقة لطيفة جدا لكي لا تؤذي البشرة ورشي ماء الورد أو طولر المتواجد عندك أو أحد أمار تمره منها في القناة تترك لكم الرابط في صندوق الوصف ورد طبيب بعد ذلك هذا المصك يمكنكم استعماله يوم إيه ويومنا ويمكن استبدال بياض البيض بصفار البيض ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية ملعقة حليب سائل أو ملعقتين أي نوع حليب توجد عندك في مصر أم الدنيا يسمونه اللبن إيه هو أنا أقصد الحليب ثلث مكونات في هذا المصك تفتح لك البشرة وتعطيها بياض خيال تزيل الشوائب وعلمات الإهمال والتصبغات نتجة عن الإهمال توحد لون البشرة نضيف لها ملعقة حليب نيدو حليب مجفف حليب بودرة ونضيف ملعقة من الماء ماء العادي يكون فاتر ملعقة ونصف من الماء 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 ضفناه من أجل تصر حدة الحليب السائل على البشرة يطبق المصك على بشرة نظيفة وتركه لمدة ساعة كاملة لأنه مكوناته الطبيعية وأضفنا له الماء الفاتر بإمكانكم تطبيق هذا المصك يوميا يعطيكم تفتيح خيال أغسله بلطفة رشوا ماء الورد أو أي مرتونار متواجد عندكم ورطبوا بعد ذلك بكلمكم المرطب الليلي الخاص بكم أو تزيل جوث الهندر أو أي حب أحد السلوات المناسبة لكم يفضل استعمال هذا المصك مسائل ويكون جديد مصك رائع يفتح اللون يزيل تصبغات الشمس نهائيا يوحد لون البشرة اهتموا ببشرتكم أخواتي اهتموا بها من ناحية الترطيب الداخلي بشرب لترين من الماء يوميا تنوروا غذاء السحيب تعدو عن الدهور والمقليات والسكريات والحلويات تعدو عن العجائن واهتموا بها من ناحية الخارجية بالمصكات الطبيعية المناسبة لمنوع كل بشرة الترطيب الليلي ضروري وإجبالي كلي لعمل مصاج للبشرة بالسيود الطبيعية المناسبة لكم فعوق الشمس قبل الخروج يكون ذو جودة عالية بتعدو عن أشعة الشمس قبر القدر المستطاع أعملوا وقايا من التجاعد المستقبلية واسمرار الشمس والإهمال للبشرة والتسفغات الناتجة عن الإهمال وطبعا الوقايا خير من العلاج نشكركم أخواتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على التواجد الجميل في قناة الاثنين وأهلا وسهلا بكل من أنضم إلى قنواتي من كل أنحاء العالم أهلا وسهلا شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف